تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر الفعليات على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وسط إقبال كبير من المواطنين تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد الأسعار هنا مناسبة جداً بين الأسعار في الأماكن الثانية برى المبادرة المبادرة دائماً بتوفر أسعار في جميع الاحتجاجات من سجاد، من أدوات منزلية، من أدوات مدرسية، من مواد غزائية كل ده بتوفر المبادرة هنا كل العيلة بتبع موجودة هنا عندنا على طول في المبادرة بتخفف طبعاً العب للأفراد العيلة طبعاً مع ثلاثة وأربعة فيه فرق كبير وتوفير كتير يعني لأدوات المدرسة يشارك في هذه المرحلة 38 كياناً وسلسلة تجارية و814 منفزاً فضلاً عن وجود ستة معارض رئيسية و17 معارضاً فرعياً بالشوارع والميادين الرئيسية جمعوها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدأنا نوفر رؤلاء الأمور شونة المدارس بجودة كويسة وسعر مناسب جداً أقل من المنفسين برا بدأنا نوفر الأوقات المكتبية كلها كتب وكشكيل وإلام ومساطر كل حاجة بيعوزها التلميذ موجودة متواجدة عندنا لحد زي المدرسي لحد الشنطة لحد الكوتش لحد الأوقات المكتبية كلها بتاعة المدرسة بتخفف العب عن الحاجة اللي برا بالنسبة للبرا لا السعر هنا كويس جداً عن البرا وقد أشهد المواطنون بتخفضات المبادرة وبالجودة العالية للسلع المعروضة وبالجهد الذي تبدله وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور هنا المنتجات مخفضة عن السلع اللي برا وهنا الأسعار المناسبة عن الأماكن اللي برا طبعاً والهيبر دم وفرنا كل حاجة وبأسعار مخفضة عن الهيبرات اللي برا أسعارهم كويسة والعروض عندهم كتير فعلاً فيه منتجات كتير جداً مع رمولة عليه عروض كويسة جداً مقرنة بهايبرات أخرين بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى 60% اطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الثالثة والعشرين من مبادرات كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد مع الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% عبدالبركات التلفزيون المصري